الخبر الأول الذي عدنا عنه هذا القصاص ورد علي شين هما لغوا الفوله من عنده قمر مار وباقي فريق نور مار بسبب أنه هو الصور ويجي يا رمار فلاذا قرروني شين لهم فوله من عنده فانها القصاص ستقل المتابعين أو طلب المتابعين أنه يسئلوا أسئلة فوحد من التابعين ستقل إنه ليش شلت الفوله عن قمر مار وباقي عضاء الفريق فهو رد عليهم إنه هو بمجرد كان نايم بقامل إنهم شاف إنه كل شاي الفوله من عنده وهو مثل هما يعرف أي شيء وباليستوري اللي بدأ سئلون ليش أنت شلت الفوله عن قمر مار فقال أنا ما شلت عن حد الكل شاله عني حتى بدون تبرير فاكتبوا يا حباب لكم إنتهى شو رأيكم بلي سووه فريق نور مار وقمر مار إنه مش شاله وفوله من عنده مجرد أنه يصور بعياره هتشوفوا الموضوع صح أو لا نغل حالياً أسامة مروه فضيح تل أنس وقصاله فنزل هذا الستوري كان كاتب بيتكم بشوف فضايح الأنس وحط صويت بالستوري اللي بدأ حط واضح أنه عنده فيديوهات من داخل المستشفى الأنس وكان هو صغير شوية وكاتب الدليل بل ظلموا متابعين يوصلون آخر صورة إلى المئة ألف لايك عمودي نزل لنا هذه الفضايح طبعاً صورة حالياً عليها السادي ألف لايك فالكل راح يعلق عليه عمودي بس وصل مئة ألف تعليق عمودي نشر لكم الفضايح طبعاً اكتبوا يا حباب بالكومنتاز شون تتوقعون الفضايح لعلى أناس مروه وننتقل حالياً ليارا مار وقرارها أنه تفتح قناة جيمينغ فقررتها لاتهكرت يا حباب اللي كان بيها مئة ألف مشترك بعدما رجعت حالياً غيرت اسمها اليارا جيمينغ فإن شاء الله يارا بتكون خطوة زينة وتكون خطوة ناجحة والله يوفقها يارب طبعاً لا تنسون يا حباب تكتبوا لعب الكومنتات هل تشوفون الفكرة حلوة أن تسوي بقناة جيمينغ أو لا ننتقل حالياً نورسترز وسفرها فنزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الاستوري كانت من داخل المطار تقول ويت أتوقعون راح أسافر وحط قلب مكسور فشم توقعوني يا حباب هي يومين راح أسافر وليس توقعوني يا حزينة أنا راح أسافر فما أدرساكم يا حباب بالكومنتات شون توقعتكم لهذا الموضوع ننتقل حالياً لياسو مرضى فنزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الاستوري فشنوها الجو كل يوم والثاني أنا مرضانة إلا عذر مني ولا من الجو من الوضع يا حباب بأنه هذا السبب من داخل لي تنزل فيديوهات فإن شاء الله تحسن أنا بأسرا أوقيت وترجع عنا وطبعاً لتسألوني حباب بالكومنتات أنه تدعوني لأنه والله يشفيها يا رب وطبعاً على استيرت المرض يا حباي فنورمار قاعد نزل هذا الاستوري قال ترى لسه ما متد فنزل شئ تستوري تحكي على المرضى اللي صار بي وشنو الإصابة اللي صارت بي وشنو القصة مالتها وشانا ردي يصور فيديوهات فنزل لك لاسف من قدروا ولكن أعلم سنزل لكم فيديوهات ثلاثة أعلم أنكم رحطوكم للترات كله مهمة شوفوها أنا آسف مفروض البارحة كنت أصوركم فيديوهوش هنزل لكم بكرة على اليوتيوب لأن بكرة السبب بس من المرضة مرض على أجري يعني ووهو بصحكي الحمد لله فخلاص الحمد لله قمت بخير وسلامة وإن شاء الله هعبوضكم بفيديو يوتيوب يوم الثلاثة وشكرا لكل من سأل عني ونشغل باله علي واللي تشتم تشتم شمت شكرا كتير لكم خلاص رجعت اللي صار أنه أنا من زمان ما كنت ألعب فوتبول بسوريا جتني صار بخطيرة وأنا كنت صغير وبوقتها صارت أنه كنت أتمرن أكتر من مرة بالسبوع صارت أتمرن مرة وصار يغضوني عما شايفي وهيك اللي هي بفختي هون صار معي شبه التمزق بداية عرفتوا شنون فمن يومين ما لعبت طابي هون ما حمت والمفروض لازم أحمي وأجهز حالي حتى ألعب لا شطت شوطة غلط ورجعت جتني لإصابة وأنا كنت صغير كانت كتير كتير مؤلمة بس هالله كتير متطورة يعني البرحم ما ما بعرف أصار فيني عطاني الصيدة لي مخضر مسكن وعطاني مرهم مخضر شربت المسكن صارت هيك عرفت شلون وحطت المرهم فكما صرت أنا ما البرحم الساعة الثلاثة تقريبا تنتين بالليل هيك لليوم الساعة الثلاثة وأنا نايم ونصف مفتح يوني بس بعد بحثة أتحرك بس الحمد لله انتفخت البرحة رجلي كتير بس هالله أصارت أحسن شكرا لعلكم حتى وجهي مال وصاحي وكلامي ممتوازن بسبب الدواء حيسس تمي مخضر كل الجسم الخضررات ما بعض زراحة الألم من إجري أو لا بس أنه محيسس في إجري حاليا أم فري نفتم آخر تشيب وليد مقتاد وشوية الصور من عرصة طبعا هو نزلها كانت إله خطيبته أو الظلاء غفة للزوجته وهذا الصور ياحبابي الأينتشرد إله إلها وبيس والله ياحبايب وبس انها وصلت المقطع أفضلوفكم تجزون فجرون هذا المقطع الأكاد هو باست كانت كفية كيفية تجزي زي ما قلت من إلكت القصاص ما السلامة